بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كيف يمكن لإنسان ذاق حلاوة الإيمان أن يتخلى إلى الضلال ومن النور إلى الظلمات كيف يمكن لإنسان أن يتخلى عن آيات الله بعد أن رآها وأيقن بها كيف يمكن لمؤمن أن يصبح ملحدا الحقيقة يا أحبتي هذه أسئلة شغل التفكير لسنوات وكنت أقف عند قول الله تبارك وتعالى عندما علمنا دعاء لم أكن أفهمه في ذلك الوقت هذا الدعاء جاء على لسان أولي الألباب أي العلم من المؤمنين الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله لماذا علمنا الله هذا الدعاء هل يمكن لقلبي المؤمن أن يزغى عن الحق بعد أن رأىه بعد السنوات طبعا عرفت الحكمة قرأت عن أناس كانوا مؤمنين بل مدافعين كفر والإلحاد كل ما قرأت لأحدهم أجده يتحدث بلسان الشيطان ليس بلسانه هو ليس بلسانه الأصلي كأن الشيطان استحوذ عليه وأصبح يتحكم بكل كلمة يقولها أدركت لماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أيها الأحبة من معجزات القرآن التي ترد على كل ملحد يدعي أن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام أن يصف لنا حال هؤلاء بدقة هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كان كاذبا في دعوته أو أنه اخترع هذا الدين هل يمكن أن يصف لنا حال أولئك الذين سينقلبون من الإيمان إلى الإلحاد ويشاب وكأنه عالم فيما في داخلهم ماذا يدور في أعماق النفس البشرية طبعا أيها الأحبة قال تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إنسان كان مؤمن شيخ آته الله من العلم أتاه الله القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها تصوروا هذا الجلد عندما ينسلخ ليدلك على صعوبة هذا الانسلاخ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون طبعا أيها الأحبة الإنسان يحتار يتساءل كيف يمكن لإنسان أن يخلد في نار جهنم ألا يكفيه عذاب مئة سنة مثلا لماذا خالدين فيها ما الذي يستحقونه بعدما يعني يرى الإنسان ويتأمل هجوم هؤلاء على خالدهم وعزقهم سبحانه وتعالى واستهزائهم بنبي الرحمة وهو الذي جاء يريد لهم الخير صلى الله عليه وسلم حقدهم على المسلمين استكبارهم في الأرض أذى الناس أدركت عندها أن الله لا يمكن أن يظلم أحدا بل إنه رحيم بهم يعطيهم الفرصة يختبرهم ويمهلهم طويلا ولكنهم ولكنهم دائما يعودون إلى الكفر والطغيان تأملوا هذه الآية أيها الأحبة يصور لك الله هذا الموقف لو كان لديك قدرة على الرؤية لرأيت هذا الموقف يوم القيامة ولو ترى إذ وقفوا على النار يقفون أمام النار ولا ياذب الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كنت قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون والله هذه الآية دقيقة جدا أيها الأحبة رأينا أناس كثيرين يؤذون الناس يدمرون يقتلون وعلى الرغم من أنه تصيبهم المحنة تلو الأخرى والعذاب تلو الآخر ويتعرضون لأزمات شديدة ثم يعودون أسوأ مما كانوا من قبل طبعا أيها الأحبة معظم الملحدين ليس أو لديهم شيء مادي ملموس معظمهم لديه حب للدنيا فقط الملحدون العرب منباهرون بالغرب وإنجازاته التكنولوجية طبعا عندما تقرأ أفكار هؤلاء الملحدين يعني تجد أن أن معظمهم يتبعون الشهوات لماذا يلحد لأنه يكره يكره الطهارة يكره الصلاة يكره يكره الخالق عز وجل تصور لو أن عندك ابن يكرهك ما مصير هذا الابن بعد أن أنفقت عليه كل شيء وأعطيته كل شيء انظروا أيها الأحبة إلى قول الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون هذا خطاب للملحدين أيها الأحبة إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون كذب وافتراء قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين سبحان الله كلما طلبنا من هؤلاء الملحدين حجة لم نجد عندهم التكذيب ويدعون أن كل شيء جاء بالمصادفة فلذلك لا تستغرب أخي المؤمن من ملحد يعتبر أن كل شيء في الكون مصادفة أن يقول لك إن القرآن غير صحيح الملحد يقول إن الوضع الطبيعي للإنسان هو الإلحاد وأن الأديان جاءت كوسيلة للسيطرة على الناس طبعا سبحان الله إذا كان أول سؤال يسأله الطفل الصغير كيف جئت إلى الدنيا هذا السؤال مخزا في أعماظ خلايا دماغنا لو كانت الطبيعة وجدت هكذا من دون خالق لما رأينا مثل هذا السؤال في داخل كل منا منذ أن يكون طفلا يقولون إنه لا توجد أدلة كافية على وجود الله ونقول ما هي الأدلة التي تريدونها في كل ذرة هناك دليل على وجود خالقا للكون في كل خلية هناك قوانين هناك آلاف الأدلة الخلية هي مدينة صناعية أيها الأحبة بكل معنى الكلمة في كل ظاهرة كونية هناك برهان على وجود إله خبير أتقن كل شيء صنعا وأحاط بكل شيء عظيم طبعا أيها الأحبة الذين درسوا القرآن ثم انقلبوا على القرآن يحاربونه بكل وسائلهم هؤلاء يرون أن كلام الله أمامهم ليس له قيمة يقرؤون ويحاولون بأي طريقة أن يقرؤون بمبشر ليس لديهم حجة بل هو دماغه يعمل فقط على التشكيك والتشويه في اللحظة التي تأتيه بدليل لا يفكر بهذا الدليل دماغه يفكر كيف يشوه وينتقد وينكر لذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا دقيقوا أيها الأحبة هذا خطاب موجه لكل من يحاور ملحدين تذكروا هذه الآية وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الملائكة وَكَلَّمَهُمُ لا يفتش عن الحق لذلك لا يمكن أن يهتدي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى الحقيقة أيها الأحبة لدينا اليوم معجزة علمية تتجلى في آية قرآنية عظيمة لقد شبه الله تعالى حال أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام بكلب يلهث وقد تسأل العلماء عن سر لهاث الكلب فوجدوا أن الكلب لا يخزن الهواء في رئتيه بل يأخذ الهواء ويزفره بشكل مستمر والعجيب أن هذا اللهاث يبدأ مع الكلب منذ أن يكون جنينا في بطن أمه ولا يتوقف إلا مع موته سبحان الله يعني أنا لدي هنا صورة لجنين في بطن أمه تصوروا أيها الأحبة هذا الجنين إنه يلهث وهو في بطن أمه عمره أيام تصوروا أيها الأحبة أو عشرات الأيام إنه يلهث في بطن أمه سبحان الله شيء عجيب والله أيها الأحبة هذا الجنين أيها الأحبة عمره ستة وتلاتين يوما بعد مراقبة العلماء لجنين الكلب بهذا العمر وجدوا أنه يلهث وهو في بطن أمه وبعد أيام قليلة فقط من تكونه يبدأ باللهاث وهنا نرى يعني لطيفة من لطائف القرآن عندما قال كمثل الكلب إن تحبل عليه يلهث أو تتركه يلهث في هذه الآية إشارة إلى أن الكلب مستمر في اللهاث قبل وبعد ولادته وطيلة حياته طبعا أيها الأحبة سر ذلك أن الكلب يلهث بسبب قلة الأكسوجين لأنه لا يخزن أي كمية من الأكسوجين بعكس الإنسان الذي تخزر رئتيه كمية محددة من الأكسوجين رحمة الله هذا من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى فالذي ابتعد عن تعاليم الإسلام واتبع الشيطان فإن حياته ستكون عبارة عن عذاب مستمر تعب شبه دائم أفضل مثال هو هذا الكلب وأبلغ مثال هو كيف يلهث هذا الكلب ليعبر لنا الله من يترك هذا الدين الحنيف الحقيقة أيها الأحبة في ألمانيا كانت نسبة الإلحاد تعتبر الأعلى وبخاصة ألمانيا الشرقية من بين هؤلاء أحد المعاندين الذين أنكروا وجود الخالق وتحدوا رب العزة سبحانه وتعالى وكان يقول إذا كان الله موجودا فأين هو كان يسخر من الإسلام ومن آيات القرآن ويعتبرها أساطير لا أكثر ولا أقل وعلى الرغم من ذلك كان يبحث عن الحقيقة بصدق تأملوا أيها الأحبة هو ينكر ولكن يبحث لديه شيء من الصدق شاء الله أن يرى هذا الملحد مناما مرعبا حيث رأى نفسه وكأنه في وسط البحر الذي تحطمت السفينة وبدأ يغرق في اللحظة التي أدرك فيها أنه سيموت مختنقا وجد نفسه يصرخ ويقول يا الله سبحان الله وإذا به يستيقظ وهو يلهث من شدة الخوف وبعد أن قال ذلك هدأ وقال كيف أعترف بوجود الله وقد أنكرت ذلك لسنوات طويلة الحلم عاد وتكرر وبقي في ذاكرته حتى شاء الله أن يقرأ كتابا عن الإسلام فيدفعه الفضول لمعرفة ما في هذا القرآن وعندما فتح ترجمة للقرآن الكريم وقعت عينيه على آية يقول الله تبارك وتعالى فيها تأملوا أيها الأحبة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا بهذه الآية تصور له المشهد الذي رآه ضل من تدعون إلا إياه بالفعل في هذه اللحظة رأى تماما أن كل شيء ضل عنه لم يبقى أمامه إلا الله ليستغيث به وهو يغرق في الحلم طبعا لذلك أيها الأحبة أدرك أن هذا النداء كان موجودا في أعماقه منذ ولادته وأن هذا الكلام الذي سمعه في القرآن لا يمكن أن يكون من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن لبشر أن يصف مشاعر إنسان أشرف على الغرق وأدرك أنه سيموت لأن الذي يموت غرقا لا يرجع إلى الدنيا ليخبرنا ماذا شاهد أدرك تماما أن هذا القرآن ليس من عند بشر بل هو كلام رب البشر وأعلن إسلامه بعد أن اعترف بأن هذا الإيمان موجود في أعماق كل مننا أيها الأحبة أيها الأحبة نحن لدينا خلايا جلد هنا الخلايا الموجودة على الجلد تساهم بشكل كبير في تبريد الجسم تساهم في تبريد الجلد وتبريد الدم وتبريد الجسم عندما ترتفع الحرارة لأن الإنسان لا يجوز أن ترتفع درجة حرارته عن حد معين فيستخدم نظام تبريد متطور من خلال التعرق عندما ترتفع درجة الحرارة أحدنا يتعرق يخرج العرق من هذه الغدد تفرزها وتخرج خارج الجلد فنشعر بنوع من البرودة الكالب ليس لديه هذه الخلايا أيها الأحبة أو أفوال ليس لديه هذه الفتحات للتعرق فماذا يفعل؟ يبدأ باستنشاق الهواء بكميات كبيرة وزفير هذا الهواء وبالتالي يلهث ليبرد جسده من خلال لسانه لذلك لسان الكلب يكون طويل عادة فهذا الكلب الذي فقد خاصية التعرق كأن جلده غير موجود لا يستفيد منه شيئا في هذا المجال في مجال التبريد والتوازن الحراري كذلك ذلك الملحد الذي خسر القرآن كأنه فقد جلده وأصبح غير موجود لا يستفيد منه فيبدأ يلهث وتبدأ مشاكله وهمومه والاكتئاب أكبر نسبة اكتئاب هي بين الملحدين أيها الأحبة على الإطلاق أكبر نسبة انتحار هي بين الملحدين لذلك أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى عندما ضرب هذا المثال قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن جلد الكلب لا يحوي فتحات للتعرق وأنه يضطر لأن يلهث الاستمرار ليبرد أعضاءه الداخلية وأجهزة جسده ويبرد جلده ويبرد الدم وغير ذلك من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ من الذي أخبره أن الذي ينسلخ من القرآن الكريم ومن الدين كأنه انسلخ من جلده فأصبح عرضة للبكتيريا للفيروسات للجراثيم العوامل الحرارية الرطوبة كل شيء يؤثر الجلد الآن في حالته الصحيحة يتحمل كل العوامل عندما يصيبك جرح أو حرق بسيط كل العوامل من بكتيريا من مخلوقات ضارة فيروسات الرطوبة الأشياء الموجودة في الهواء البكتيريا الضارة كلها تبدأ تنهش في هذا الإنسان هذا الجلد لأن هذه نقطة ضعف فتصوروا أن إنسان فقد جلده بالكامل ما الذي سيبقى له أيها الأحبة؟ لذلك والله أيها الأحبة إن هذه الآيات لتدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته لماذا يأتينا بهذه الأمثلة؟ لماذا يأتينا بهذه الحقائق العلمية في ذلك الزمن وقد كان منشغلا بالدعوة إلى الله؟ كان منشغلا يهمه أن يقول لا إله إلا الله فقط هذا النبي أن يقول لا إله إلا الله يأتيهم بهذه الحقائق العلمية التي تتعلق بعلم النفس وبعلم الطب وفي عالم البحار وفي الجبال وفي الكون وفي الإعجاز الأرقام وغير ذلك من أين جاءهم بهذا العلم إن هذا يشهد على أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله تبارك وتعالى وأنه حفظه من التحريف وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه حفظ كتابه لنا ووضع فيه من الأدلة والحقائق والبراهين والمعجزات العلمية ما يكفي لأي إنسان عاقل أن يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر دعوانا لله رب العالمين نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات ورحمة الله وبركاته